السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي بكل أسف عمر السومة لم يستفيد من الدرس المجاني الذي منحه إياه فراص الخطيب اللي فاكر منكم فراص الخطيب واللي مش عارف منكم فراص الخطيب هو أحد أبرز لاعبي كرة القدم السورية ونادي الكرامة والمنتخب السوري على مدى سنين طويلة فراص الخطيب وفي عام 2020 تم إقصاءه من المنتخب السوري الأول للرجال قبيلة تصفيات كأس العالم في الدور الأول فراص الخطيب خرج على قناة MBC العالمية والمشهورة وأعلن اعتزاله اللعب نهائيا سواء مع المنتخب أو مع أي نادي وهو ساعتها كان بيلعب مع السالمية تقريبا الكويتي ناس كتير انتقدت فراص الخطيب ساعتها ولكن فراص الخطيب خرج بجملة من وجهة نظري هي درس لكل لاعب كرة قدم خرج وقال أني أنا دلوقتي أعتزل والجماهير بتهتف باسمي وبتقول لي ما تعتزلش أولى بكتير من النانة أعتزل عشان هما بيقولولي اعتزل عشان هما بيقولولي أنت أصبحت عالة علينا وعلى المنتخب أو على النادي اللي أنت بتلعب فيه بكل أسف عمر السومة لم يستفيد من هذا الدرس المجاني حتى أن كل الصحف اليوم تتحدث على أن عمر السومة عالة حالة من نكران الجميل حالة من الغل حالة من الإقصاء لعمر السومة بعدما طلب عمر السومة طلب بسيط وهو أنه طلب بمستحقاته السابقة ويمكن أنا كنت دايما بتراهن معاكم كتير كنت بتراهن معاكم راهان من غير فلوس يعني على أن عمر السومة ما بياخدش الراتب بتاعه ناس كتير ما كانتش بتصدقني ناس كتيرة كانت بتقول لا أنت يعني بتقول كلام من برا الإدارة أو كده لا عمر السومة طلع ما بياخدش الراتب بتاعه من سنين تخيلوا كده الرقم المكسور على إدارة النادي الأهلي السعودي 12 مليون ريال 12 مليون ريال حوالي 3 وشوية مليون دولار 3.5 مليون دولار الصحف النهاردة اتكلمت كتير وتخيلوا أن كل الكلام اللي قلته من أول الحلقة ده كوم وأن إدارة النادي الأهلي السعودي النهاردة بكل حقارة وبكل وقاحة تجبر عمر السومة على الاعتزال إما أن تترك النادي الأهلي لأي نادي آخر بدون أي مستحقات وإما أن ننظم لك حفلة اعتزال كبيرة وكأنها يعني إيه؟ زي ما بيقولوا عندنا إحنا إيه؟ زي خيل الحكومة كده الخيل اللي بتشتغل زمان من حوالي 100 عام عند الحكومة كانت لما تكبر خالص يضربوها بالنار ليه بيضربوها بالنار؟ لأن أصبحت ملهاش أي قيمة ولا لها أي وزن إدارة الأهلي تعامل عمر السومة على أنه كبر وخلاص أصبح بلا قيمة مثلا صحيفة سعودي اسبورت النهاردة كتبت الأهلي يفاجئ السومة بعرض غريب من أجل البقاء وإدارة النادي الأهلي بتقول لعمر السومة إحنا يعني شايفين أن أنت لازم ترحل في الموسم المقبل في المركاتو الخاص بيه الدوري السعودي لأي نادي تروح بجا للهلال تروح للشباب الأهلي تروح للقادسية الكويتي أو حتى عايز تروح لأي نادي من الأندية الأقل في المستوى عادي مفيش أي مشكلة إحنا راضيين وعمر السومة قال أنا موافق أن أنا أرحل لكن لازم أخذ الأول مستحقات المادية عشان يبجأ أنا انتقلت بصفقة انتقال حر مش انتقلت على سبيل الإعارة بصفقة كده ملهاش أي معالم مقابل مثلا أن أنا أخذ راتب بتاعي من النادي التاني اللي أنا رايح له واللي بالمناسبة على الأغلب هيكون شباب نادي الأهلي دبي شباب الأهلي دبي لكن صحيفة سبور الوطن نيوز كتبت أهلي جدة يغري السومة بحفل اعتزال ضخم لرفض صفقة الأهلي والزمالك طبعا احنا تبين لنا بعد البحث وبعد المشاورة أن النادي الأهلي بالفعل فكر في ضم عمر السومة ولكن وجد أن الأمور تعجيزية من قبل إدارة النادي الأهلي السعودي وهم طلبوا أن إدارة الأهلي المصري تتكفل بالراتب بتاع عمر السومة بالكامل بالرغم من أن المفروض أن عمر السومة عقده مستمر لحد شهر ستة لعام 2023 يعني بالمنطق إدارة الأهلي السعودي تدفع نص الراتب إدارة الأهلي السعودي رفضت رفضت أن هي تدفع الراتب في الأيام المقبلة ورفضت كمان أن هي تدفع مستحقات عمر السومة السابقة وهو ده جزاء اللاعب الذي لا يدير موهبته عمر السومة لعب موهوب ولعب كبير ولعب عظيم ولكن بكل أسف هو لم يستطيع في آخر سبع أو تمن سنين أنه هو يدير موهبته حتى اللي امتبع منكم عمر السومة تخيلوا لعب في حياته كلها في ثلاث أندية لعب في الفتوة تحت سن 16 سنة بعد كده الفتوة الأول بعد كده القادسية الكويتي بعد كده الأهلي السعودي ثلاث أندية مسيرة عمر السومة للأسف كانت في ثلاث أندية طبعا ده كمان يعود للعوامل الشخصية بتاعت عمر السومة عمر السومة يعني بيحب الاستقرار ولكن ليس هذا استقرار يا سومة يعني إرم نيوز كتبت النهاردة عبدالله الملكي عمر السومة أصبح عالى على الأهلي وأساءة للكيان وقال بالنص الواحد عبدالله الملكي المحلل الرياضي السعودي عمر السومة كان يجب أن يخرج من الأهلي قبل هذا الوقت أصبح عالى على الأهلي من أكثر من موسم لا يقدم شيئا هو رقم زائد في الأهلي الفريق عندما ينزل للملعب والسومة موجود فالفريق يكون بعشرة لعبين فهو وصل لسن لا يساعده على الاستمرار ويعيش في آخر موسمه وتابع السومة كان يعاني من خلع في القدم وكان يستطيع التسجيل من الكرات الثابتة بشكل قوي وقام بعلاج هذه المشكلة وفقت حساسياته تجاه المرمة فقلت أهدافه بشكل كبير جدا إذا خروجه من الأهلي سيكون أمرا جيدا لصالح الراقي وقال كلام آخر مش هينفع أن احنا نقول يعني عشان ما نعصبكمش أكتر ونرفع ضغطكم أكتر خلاصة الأمر هم شايفين أن عمر السومة مش هينفع يسيب الأهلي ومش هينفع يروح لنادي آخر ومش هينفع ياخد الراتب بتاعه يعني إيه؟ يعني أنت لازم تعتزل وهنعمل لك حفلة كويس وهنعزم فيها كل اللعيبة واحتمال كمان يديبوا لعيبة من العالم لعيبة مشاهير يعني لكن يعني ليست هذه المونية عند عمر السومة مش هي دي النهاية اللي عايزها عمر السومة عمر السومة في النهاية هو لاعب كرة قدم لا بد أن يتقادى الأجر بتاعه الأجر بتاعه الشهري أو السنوي اعتزال مش اعتزال دي احنا في النهاية ممكن الأمر يرسع على اعتزال مع منتخب سوريا عادي جدا مفيش أي مشكلة لعبين كتيرة جدا على مستوى العالم بيحبوا يعتزلوا مع منتخباتهم مش مع الأندية بتاعتهم يعني كتبت إيرم نيوز أيضا تقارير عمر السومة أبلغ إدارة الأهل رغبته في الرحيل لكن طبعا كانت رغبة متأخرة يعني من عامين في عام 2020 وقبل موضوع الفيروس كورونا عمر السومة جات له عقد رسمي من إدارة الناصر السعودي ولم يستجيب مسك العقود كده ونظر إليها ولم يوقع العقود بعد أن اتفق مع إدارة نادي الناصر الآن هو مجبر بكل أسف على الرحيل كتب موقع نجوم مصرية عاجل عمر السومة يطالب إدارة الأهل السعودي بمبلغ 12 مليون ريال ماشي يعني أنت دلوقتي يعني مش عارف اللي فهم منكم المثل دا ولا لا عندنا مثلا في مصر بيقول أنت أصبعك تحت درسي يعني أنت أصبعك تحت درسي وأنا دايس عليه مش عارف تعمل حاجة مهما عملت ستصرخ ولن تسمع إلا نفسك أنت الآن مع نادي غابط وكل يوم بيعدي عليك مع النادي الأهل السعودي هو خسارة خسارة في قيمتك السوقية وخسارة فنية لأن عمر السومة الآن ولا بيتدرب ولا بيلعب وبالتالي يعني أنا أرى أنها النهاية بالنسبة لعمر السومة اللي لم يفكر في الساعات القليلة المقبلة في الرحيل فورا لأي نادي في الإمارات في الكويت أي مكان الوضع حتى ولو كان أقل من قيمته السوقية اللي هي كده كده بتتضاقل حنا بنتكلم الآن بشكل رسمي على أن عمر السومة قيمته جلت من 3.5 مليون يورو ل2 مليون يورو في شهر أمر مرعب مليون ونص يورو في شهر واحد بسبب الهبوط هبوط النادي الأهل السعودي موقع سبورت 360 كتب سبب واحد يعرق الرحيل السومة عن أهلي جدة وهنا نختم الأهلي السعودي رافض أن عمر السومة يترك النادي الأهلي السعودي وده لأن عمر السومة رافض أن هو يترك النادي الأهلي السعودي واذهب إلى أي نادي إلا لما ياخد مستحقاته كاملة 12 مليون ريال ما السبيل للخروج من هذا المأزق لو أنا مكان عمر السومة ولو عمر السومة يسمعني الآن لابد من التنازل تنازل مدياً التقسيط يعني نحن نقصت أو نجدول الأموال ونطرك النادي الأهلي السعودي فوراً كل لحظة بتعدي على عمر السومة وهو مع الأهلي السعودي بيخسر اذهب للقادسية الكويتي اذهب للشرطة العراقي اذهب لأي نادي من أندية لفلقاع مع النادي الأهلي السعودي اذهب للاتحاد اذهب حتى لأندية كانت على وشك الهبوط زي نادي مثلاً الشباب على ما أتذكر لكن إنك تستمر مع الأهلي السعودي أنت الآن تفقد قمتك المالية وأنت الآن كل يوم بيتم التقليل من شأنك على الملأ وبعض من مش عايز أتكلم يعني اللي أقل من يعني من إن احنا نتكلم عنهم يعني يتناولوك بتلك الألفاظ ويعملون على إقصائك ويتعاملوا معك على أنك عار على الأهلي السعودي أنت للأسف تحملت المسؤولية لوحدك لأن أنت الوحيد اللي استمريت مع النادي الأهلي في الموقف اللي ناس كتيرة جداً قررت أنها تقفز من السفينة ويمكن دي جانيني تافاريس وبعض من اللعيب الآخرين جبل ما فكرة الهبوط بالنسبة للنادي الأهلي أصلاً تطلع قفزوا من السفينة ونجوا بنفسهم والآن الناس بتتعامل معهم على أنهم أبطال في نهاية الحلقة بشكركم جداً لحسن المتابعة بستني أعرف رأيكم تحت في التعليقات في قضية عمر السومة مع الأهلي السعودي حاولوا توصلوا رأيكم لعمر السومة في كل السوشيال ميديا وطلبوا بالرحيل طلبوا عمر السومة بالرحيل الرحيل أياً ما كانت النتيجة المتوقعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة